Insulin Auto Antibody أو تحليل الأجسام المضادة للإنسلين تحليل مهم بنستخدمه لتشخيص مرض السكري من النوع الأول اللي هو Type 1 Diabetes Mellitus كمان علشان نعرف إذا كان الجسم أنتج أجسام مضادة للإنسلين اللي بنسميه Insulin Antibody وبالتالي تحليل الأجسام المضادة للإنسلين تحليل مهم له أكتر من استخدامه رقم واحد بنستخدمه For Diagnosis or Prediction of Type 1 Diabetes Mellitus بنستخدمه إذا كان الشخص مصاب أو معرض لخطر الإصابة بمرض السكري من النوع الأول تحليل الأجسام المضادة للإنسلين بيشخص وكمان بيتوقع حدوث مرض السكري من النوع الأول رقم اثنين بنستخدمه في حالات Allergic Response to Insulin بنستخدم تحليل الأجسام المضادة للإنسلين إذا كان المريض بيعاني من حشاسية تجاه الإنسلين بمعنى أما بيتم حق أن الإنسلين بيسبب ظهور أعراض الحساسية رقم ثلاثة بنستخدم التحليل في حالات الإنسلين No longer seems to control your diabetes بنستخدم تحليل الأجسام المضادة للإنسلين إذا كان الإنسلين لم يعد يتحكم في مرض السكري بمعنى أنه بيتم حق أن الإنسلين ولكن لا يؤدي إلى أنخفاض الجلجوز رقم أربعة بنستخدم التحليل في حالة Blood Sugar Level varies a lot with both high and low numbers that cannot be explained بمعنى بنستخدم تحليل الأجسام المضادة للإنسلين عندما يختلف مستوى السكر في الدم بشكل كبير يعني بنلاقي أرقام مرتفعة أو أرقام منخفضة لسكر الدم لا يمكن تفسر بمعنى أن مستوى السكر بيزيد أو بيقل غير مرتبط بالأكل أو بحق الإنسلين وبالتالي استخدام تحليل الأجسام المضادة للإنسلين له استخدامات عديدة ومهمة جدا لمرضى السكري العينة اللي بنستخدمها بنقيس الأجسام المضادة للإنسلين في عينة الدم بعد ما بنجمع عينة الدم بنفس السيروم وبنقيس الإنسلين Auto Antibodies في عينة السيروم المسل اللي مستخدمها عبارة عن اللايزة تاست Reference Value أو النسبة الطبيعية بتبقى أقل من 0.4 unit per mille أو less than 3 persons Production of Insulin Auto Antibody إزاي بيتم تكوين الأجسام المضادة للإنسلين داخل الجسم؟ بيتم تكوين الأجسام المضادة للإنسلين داخل الجسم في حالة الـ Genetic Predisposition بمعنى وجود استعداد وراسي combined with an environmental trigger بالإضافة لوجود بعض التغيرات داخل الجسم such as the Viral Infection أو the dietary factor Can initiate an autoimmune disease بمعنى أن ظهور الـ Insulin Auto Antibody بيظهر في الأشخاص اللي بيبقى عندهم استعداد وراسي وبيحصلهم بعض التغيرات زي الإصابة بالعدوى الفيروسية أو بعض التغيرات في الأكل بتؤدي إلى حدوث أمراض المناعة ذاتي في حالة حدوث الـ Autoimmune Response أو أمراض المناعة الذاتية الـ Immune System الجهاز المناعة بيحصل فيه بعض الأرور وبعض الأخطاء بيتعرف على المكونات الطبيعية الموجودة داخل الجسم على أنها أجسام غريبة Foreign Body بيتعرف على الـ Insulin أو الـ Insulin producing beta cell as a foreign المفروض فيه الشخص الطبيعي الجهاز المناعي بيتعرف على كل مكونات الجسم وعشان كده ما بيهاجمهاش ولكن في أمراض المناعة الذاتية بيحصل أخطاء داخل الجهاز المناعي عشان كده بيتعرف على بعض المكونات الموجودة داخل الجسم على أنها أشياء غريبة عشان كده بيبتدي يهاجمها وده اللي بيحصل مع الـ Insulin وـ Insulin producing cells بمعنى أن الجهاز المناعي بيهاجم الـ Insulin وكمان بيهاجم الخلايا اللي بتخلى الـ Insulin اللي بنسميها الـ B cells اللي بتقدر تتعرف على الـ Insulin as a foreign bottle والـ B cells بتبقى specific للـ Insulin and Insulin related peptide يعني بتقدر تتعرف على الـ Insulin وكمان الـ Insulin related peptide عشان كده بنسميها الـ Anti-Insulin B cells أول ما بيحصل activation للـ Anti-Insulin B lymphocyte الـ B cells بيحصل لها differentiation وبتتحول للـ Blasma cells اللي احنا بسميها الـ Antibody secreting cells البلازما cells بتعمل production للـ Insulin auto antibody واللي بيهاجم الـ Insulin اللي موجود داخل الجسم وزي ما احنا شايفين في الصورة الـ Insulin auto antibodies بيحصله circulation في الـ Blood stream وبيتحد مع الـ Insulin molecule اللي هو ماشي في الـ Blood لأنه هو specific للـ Insulin فبالتالي أي Insulin موجود في الـ Blood بيبتدي يحصله binding مع الـ Insulin auto antibodies وبالتالي أما بيحصل binding ما بين الـ Insulin auto antibody والـ Insulin بيكون immune complexes immune complexes معنانا بيحصل تجمع لكل الـ Insulin اللي متحد مع الـ Insulin auto antibodies فيه تجمع بنسميه immune complexes وعشان كده بيمنع تأثير الـ Insulin علشان كده الـ Free Insulin أو الـ Insulin اللي هو يقدر يقوم بالوظيفة بتاعته بيبقى كميته قليلة جدا عشان كده بيحصل disturbance في الـ Glucose metabolism واللي بيؤدي الى الـ Hyperglycine لأن الـ Immune complexes أو تجمعات ما بين الـ Insulin auto antibodies والـ Insulin بتعمل Activation لـ Complement System اللي هو عبارة عن مجموعة من الـ Protein اللي بتساعد جهاز المناعة ووظيفتها أنها بتعمل Destruction لـ Immune complexes كمان بتعمل Destruction لـ Insulin بـ Reducing Beta cells الموجودة في البانكرياس فبالتالي بتقلل الـ Insulin الموجودة في البلد وكمان بتقلل الـ Insulin اللي بيتفرز من الـ Beta cells الموجودة في البانكرياس وطبعا طالما كمية الـ Insulin قلت بيحصل disturbance فيه الـ Glucose metabolism وبيؤدي للـ Hyperglycine لأن الـ Insulin الطبيعي وظيفته أنه هو بيتحد مع الـ Receptor موجودة على الـ Body cells ووظيفته أنه هو بيعمل Entrance للـ Glucose inside the cell بحيث أنه يحصل له Oxidation وبنطلع منه الـ Energy ولكن نتيجة لوجود الـ Insulin Auto Antibody بيقلل كمية الـ Free Insulin أو الـ Insulin اللي هو بيقدر يقوم بالوظيفة بتاعته وبالتالي الـ Glucose cannot enter to the cell بيحصل له Accumulation في البلد واللي احنا بتسميها الـ Hyperglycemia ومع استمرار Destruction للـ Beta cells الموجودة في البانكرياس بتؤدي للـ Hyperglycemia وحدوث الـ Type 1 Diabetes mellitus ودايما ظهور الـ Insulin Auto Antibody داخل الجسم بيسبق حدوث الـ Diabetes mellitus Type 1 بمعنى أن الـ Insulin Auto Antibody بتظهر بشكل تدريجي وبتكسر الـ Beta cell والـ Insulin بشكل تدريجي وما بتظهرش أي علامات على الشخص بنسميها Pre-Diabetic Fees وبياخد وقت طويل جدا بحيث أنه هو بيكسر الـ Insulin وبيكسر الـ Insulin بـ Reducing cells ممكن يوصل له مجموعة من السنوات بحيث أن الـ Insulin Auto Antibody بتقدر تكسر حجم كبير جدا من الخلايا الـ Beta cells اللي بتفرز الـ Insulin وفي حالة النقص الشديد للخلايا اللي بتفرز الـ Insulin بيقل الـ Insulin وبيحصل ظهور Symptom of Type 1 Diabetes mellitus وبنلاقي أن الـ Anti-Insulin Antibody موجودة في حوالي 37% من الأشخاص اللي بيتم تشخيصهم بالـ Diabetes mellitus Type 1 لأول مرة فبالتالي الـ Autoimmune disease أو أمراض المناعة الذاتية اللي بتكون الـ Insulin Auto Antibodies بيبقى لها دور كبير جدا في حجوز الـ Diabetes mellitus Type 1 أو مرض السكري من النوع الأول الـ Auto Antibodies اللي بتتكون داخل الجسم بيبقى لها أكتر من نوع الـ Elisa test اللي بنستخدمها داخل المعمل بتقيس نوع واحد اللي هو أشهرهم اللي هو الـ IgG وده أهمهم لأنه بيبقى له دور مهم جدا في تكسير الـ Insulin والـ Insulin producing cells وداخل المعمل أما بنعمل الـ Insulin Auto Antibody ما بنعملهاش لوحدها بنعملها مع بقية الـ Auto Antibodies اللي بتظهر ضد الـ Beta cells زي الـ GAD 65 مع الـ Antibodies الأخرى بحيث أن نحن نقدر نشخص الـ Diabetes mellitus Type 1 كمان في نوع من الـ Insulin Auto Antibody اللي هو الـ IgE Antibodies في حالة حقن الـ Insulin داخل الجسد كعلاج للنوع الأول من مرض السكري بيسبب في حدوث الحساسية مجرد ما بتحن الـ Insulin بتظهر عراض الحساسية من الأحمرار على الجلد وفي مناطق أخرى من الجسد فـ Insulin Auto Antibody من النوع وهو المسؤول عن الـ Insulin Allergy والـ Insulin Auto Antibody ما بتحجمش الـ Insulin اللي هو بيتم إفرازه من الـ Beta cells الموجودة في البنكرياس فقط ولكن الـ Insulin Auto Antibody لو موجودة بكمية كبيرة في البلد بتحاجم كمان Exogenous Insulin بمعنى أن هي بتحاجم الـ Insulin اللي احنا بنعالج به المريض اللي هو Type 1 Diabetes mellitus وبالتالي بتمنع تأثير الـ Insulin علشان كده في الحالة دي العلاج بالـ Insulin ما بيديش نتيجة وبتعمل Complication في الجلوكوز management بمعنى أن المريض ما بيستجبش له الـ Insulin اللي بياخده كعلاج نتيجة لوجود الـ Insulin Auto Antibody واللي بتوقف عمل الـ Insulin عشان كده لازم نفرق ما بين الـ Endogenous والـ Exogenous Insulin Antibody بمعنى هل سبب ظهور الـ Insulin Auto Antibody سبب اندوجنص من داخل الجسد ولا سبب خارجي اللي هو الاكسوجنص من خارج الجسم الـ Endogenous Insulin Auto Antibody بتعباره عن Antibody بتهاجم الـ Insulin الموجود داخل الجسم اللي بيحصل لـ Production من الـ Beta-Cell والـ Antibodies دايما بيبع سببها الـ Autoimmune Condition أو أمراض المناعة الذاتية هي المسؤولة عن تكوين الـ Insulin Antibody عشان كده بتؤدي الى ظهور Type 1 Diabetes بمعنى الاكسوجنص ما بيقومش بدوره في Decrease of Blood Glucose Level فبالتالي هنا سبب ظهور الـ Insulin Antibody بيبقى سبب خارجي وهو حقن الـ Insulin من الخارج كعلاج لمريض السكري من النوع الأول الـ Interpretation أو Causes of High Insulin Antibody ما بناخد عين الدم ونقيس الـ Insulin Auto Antibody عن طريق الـ Elisa Test ويطلع مستواها أعلى من الطبيعي بشكل كبير بنتوقع واحد من الأمراض الأتيجة Number 1 Insulin Allergy رقم 2 Insulin Resistance رقم 3 Autoimmune Syndrome رقم 4 Factatious Hypoglycemia اللي بتحصل Due to Overuse of Insulin كل الحالات دي بتؤدي إلى زيادة الـ Autoimmune Antibody داخل الجسم علشان كده تحليل الأجسام المضادة للـ Insulin أو الـ Insulin Auto Antibody من التحليل المهمة جداً لمرضى السكري من النوع الأول لأنه بيساعد في اكتشاف المرض وكمان توقع حدوثه بمعنى أن احنا ممكن نكتشف أن الشخص معرض للإصابة بالمرض السكري من النوع الأول في حالة وجود الـ Auto Antibody وده بيسبق حدوث المرض بسنوات كمان إياس الـ Insulin Auto Antibody مهم جداً في الـ Management of Diabetes في علاج الـ Diabetes لأن مريض السكر من النوع الأول دايماً بيتعالج بـ Injection of Insulin وتكرار الـ Injection of Insulin بيؤدي إلى ظهور الـ Insulin Auto Antibody ونستخدم علاجات بتعمل الـ Medulation لـ Immune System عشان تقلل الـ Auto Antibody ويتحافظ على الـ Beta Cell Function كمان من ضمن الطرق اللي بنعمل بها Management في حالة زيادة الـ Insulin Auto Antibody وهو اختيار نوع من الـ Insulin ما بيسببش زيادة الـ Insulin Antibody بيبقى من Human Source ومش من Animal Source وبالتالي إياس الـ Insulin Auto Antibody لازم يتم على فترات منتظمة وخاصة في الأشخاص اللي بياخدوا Insulin باستمرار بحيث أن احنا نعمل Adjustment و Managing للـ Treatment لأن في حالة وجود الـ Insulin Antibody ولم نكتشفها بتؤدي إلى أن العلاج بالـ Insulin ما بيبقاش effective عشان كده لازم نكتشف وجودها عشان نعملها Management ونقل الكمية بتاعتها ونختار أنواع معينة من الـ Insulin بحيث أن احنا نقدر نقل الـ Blood glucose Level أحنا نعمل